تقدم عدد من النواب بمجموعة من المرئيات خلال مناقشة عامة لاستضاح سياسة الحكومة حول دعم المنتجات والصناعات الوطنية الحرافية جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس حيث وفق المجلس على الاقتراح برغب لتوفير أدوية بمجمع السلمانية الطبية وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة في حين رفض المجلس توصية تقرير لجنة الخدمات بشأن الضمان الاجتماعي وقرر إحالته إلى مجلس الشورى عادت ملفات الإسكان مجددا لتفرض نفسها وبقوة على أجندة أعمال جلسة مجلس النواب اليوم فأبرز محاور النقاش كانت تدور حول الخطة الزمنية لإنجاز الوحدات السكنية فأنا أتمنى بإذن الله أن يكون هذه الطلبات تحقق على عرض الواقع بأسرع وقت ممكن واليوم ناقشنا مع سعاد الوزير هذا السؤال وقد استوضحنا منه وطمنا أن المشارع الإسكانية تمشي بوتيرة جيدة يتاح لنا المجال في الواقع أن نبين نسب الإنجاز ويعكس أمام مجلس النواب والجمهور والمواطنين أن 25 ألف وحدة السكنية توليها الوزارة اهتمام خاص وليست الوزارة بس إنما هناك اهتمام كبير على كل مستويات وبعد شهر تحديدا من قرار تأجيلها عادت اليوم الأسئلة المتعلقة بإدراج الإيرادات في الميزانية العامة ونسبة البحرنة في المراكز القيادية لتطرح على الوزير المعني بها الوزير أجابني إجابة شافية عن هذه الجهات هناك الكثير من الجهات التي قوانينها تسمح لها بأنها تحتفظ بإيراداتها لكن من خلال مناقشتي مع الوزير وأبدأت اعتراضي على هذا الأسلوب في إدارة الميزانية بينا نظام موجود في موازنة مملكة البحرين هناك جهات ضمن الميزانية العامة للدولة وهناك جهات مستقلة في إيراداتها كلها تدقق من قبل جهات التدريق المختلفة سواء ديور الرقابة أو شركات التدريق يعتمد على نسبة ملكية الحكومة فيها وهي عملية شفافة وواضحة أما فيما يتعلق بالسياسة الإعلامية فقد أكد الوزير المعني للسادة النواب أن الوزارة لديها سياسة واضحة بشأن الرد على المغلطات الخارجية في الحقيقة هو ارتئن الاحتفاظ بهذه الاستراتيجية إلى أن الإعلان عنها وتطبيق التطبيق الصحيح الإجابة لم تكن إنشائية وإنما كانت تعكس سياسة الوزارة في هذا الجانب السياسة واضحة أولا ترتكس على المصداقية في التعامل مع هذا الأمر لا يوجد في ملكة البحرين ما نحاول أن نخفيه ما هو موجود هو واقع جميل يجب أن نعززه ونعكسه في المحافل الدولية كما هو دون أي إضافات ودون أي تزييف وفي بند المشاريع بقوانين فقد تم سحب تقريري العقوبات وحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لمزيدا من الدراسة في اللجان فنحن بتكون المناقشة مستفيدة ونحن دعيناهم سحبنا هذا لمدة سبوعين ودعينا أصحاب سعاد النواب لقدموا مرئياتهم لمناقشة هذا الأمر في اللجان ومن ضمن أجندة الجلسة اليوم هو مناقشة سياسة الحكومة في دعم المنتجات والصناعات الوطنية والحرفية حيث أوضحت الحكومة خطتها لدعم هذه الفئة نحن في هيئة البحر السياحة والمعارض عندنا مركز الجسرة للحرف اليدوية وأيضا وزارة تجارة وصناعة وسياحة موجودة إدارة مختصة بالحرف وأيضا هناك إدارة أخرى في وزارة الشؤون الاجتماعية إن شاء الله بيتم دمج هذه تحت مضلة واحدة ومن ثم المرحلة الثانية إن شاء الله لابد من تشريع قانون ينظم الحرف اليدوية في البلاد العملية تحتاج لنحن نلتفت إلى الصناعات الحرفية على أساس أنها صناعات وطنية وفي نفس الوقت تكون دعمها من أجل أن توفرها الحماية المثلة وفقا منصة عليها القانون والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين هذا وقد وافق المجلس على اقتراحين برغبة وتمت إحالتهما إلى الحكومة الموقرة سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر